كلمة وفاء وامتنان وشكر واعتزاز وافتخار في محضر سيد الشهداء عليه السلام لعاشق كبير من عشاق سيد الشهداء عليه السلام له فضل علي شخصيا كفضل الاب على ابنه وهو ايضا من خدمة الحسين عليه السلام ألا وهو سيدنا المجاهد الكبير الشهيد الكبير القائد المقاوم السيد محسن شكر كما يعرفه الجميع وفؤاد شكر كما عرفه مؤخر في الحقيقة ربما لم يكن لي ولا لغيري أن يقول كلمة في معرفة هذا الإنسان أيام حياته لكن حقه علينا الآن أن نخرجه من هذا السر إلى هذا العلم وهي أول كلمة أقولها فيه في محضر سيد الشهداء وفي كربلاء وهو أمر يليق به أرجوكم أرجوكم ألا تنسوه من صالح الدعاء أرجوكم أن تزوروا عنه ولو سلاما لسيد الشهداء وأبي الفضل عباس أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن لا ينسانا هناك أيضا من دعائه مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام نقرأ له جميعا سورة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر